انا محتاج التحليل يعني يومها هنقعد نحل للنسب مين خد كم صوت وفين وليه وانهي اقاليم كانت تذهب او اني محافظات او اني دواية تذهب لهذا المرشح وهدي دواية تذهب للمرشح الاخر النسب هناك هتعالية في صالح مين الاخره ده شيء مهم لنا جميعا لكن هجيلك على نقطة مهمة اوي اثرها الاستاذ عماد قال انه اهم سبب او اول عامل وربما كمان يكون الرقم التاني هو ما يحدث على الاراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا في قطاع غزة المسألة انا بشوفها انها مش بس مسألة تخوف المصريين على امنهم القومي ومش بس هي تخوف المصريين على اخوتهم واشقائهم الفلسطينيين ودعما لحقهم الحقيقي في الحرية او في الحياة اولا والحرية والاستقلال لكن المصريين تطلعوا لقرارات قيادتهم السياسية بمنطقة الفخر وخليني اكون اكثر صراحة وانفتاحا مع حضرتك كلنا كلنا عارفين وقرينا في الصحافة وسمعنا في قنوات تلفزيون برة وفي الاوروبا وفي امريكا ان كانت هناك اغراءات يسميها المزيع مساومات رخيصة جدا على انه مصر تتنازل ولو عن شبر مقابل حزم حلو والبعض وصفها بانه يعني وكأن ابواب الجنة بتتفتح قدامنا وهنحل اي مشكلة عندنا مساومات ما بعدها مساومة البعض كانت تساوره الشكوك وهو يقرأ هذه الاخبار وهذه التقارير وبعض ساسة وبعض شخصيات عامة دولية تبدأ تتكلم وفيها ايه وما فيهاش ايه ووجدوا انه الخيادة السياسية بمنتهى الوضوح والمباشرة والحزم والحزم ترفض مجرد الاشارة لهذه السفقات او المساومات او الاغراءات فتطلع المصريين بمنتهى الفخر ليه لانه زاولة كده البعض كده قالك الله هو ايه هيوافقوا يا ترى هيحصل يا ترى يمكن مش اصلة يجوز وشافوا مصر قرارها شديد الوضوح قرار اخلاقي قرار سياسي قرار امني قرار على كل المستويات رفض مجرد الاشارة للحديث في هذا الموضوع وزاد الفخر فخرا انه لقوا ان زعماء العالم بيتصلوا بالرئيس المصري في القاهرة زعماء العالم ياخدوا الطيرات وينزلوا على القاهرة ويذهبوا الى الرئيس في الاتحادية المصريين من الاخر بالبلد كده شافوا نفسهم الناس بقت ماشية رفع رأسها بجد ما انا وانت او غيرنا عيشنا سنين بنسمع الكلام بلدنا بتسمع الكلام ما تعملوش كأ بقى يبعدوا عن كده حاضر طنش حاضر فوت ماشي لأول مرة في ازمة بهذا الحجم في الاقليم يشوفوا ان مصر تكشر عن انيابها للكل دون استثناء للكل الكل عاوز يرمي بياضه ومصر افلت افلت وكأنها تستشعر اهانة بتتكلم معاه في ايه تيجي تقول لي يوسف موقفنا في ليبيا كان عظيم العظمة كلها الخطة الاحمر الليبي بالمناسبة ما كانش محطوط قدامنا كل ده لكن كان الموقف شديد الوضوح خطة احمر يعني خطة احمر طبعا قوة كتير في العالم كانت لا تتمنى ان مصر تكون موقفها كده من ليبيا لكن موقف مبدئي موقف مبني على المبادئ الخط الاحمر الليبي اتحط زيه في فلسطين والعالم لما شاف ان الخط الاحمر خط بجد وان مصر ما بتهزرش وان الرئيس المصري مش بيتراجع ده بيتكلم جد تركبته ما فيهاش التراجع ده واضح يوسف يعرفه مزعينا لا هو الرئيس واحنا صحفيين فقط فقط لكن دي قراءة بتشوف اللي بيحصل خلالها لعشر سنين فلاقينا ايه العالم لقى ايه من الاخر لو حط خطة احمر الراري بينفذ ارجع فالموقف العالمي تغير تغير كم مرة لا تغير كتير ثلاث مرات مرة لما كان بيقولك وحق اسرائيل في الدفاع عن نفسها والدفاع الشرعي وكل واقف ضد الخطاب المصري وبطبيعة الحال الخطاب الفلسطين فاتغير ولقينا العواصم بتغير من كلامها طيب ايوة صح عندكم حق موضوع الانساني الاخ 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 مرة تانية لما مصر عملت اللوبيينج لو صح التعبير هو تعبير يعني معروف اكتر في السياسة هي مسألة ان انت تقدر تعمل جبهة فعملنا هذا التجبيه فجبنا تقريبا 123 صوت في الاجتماع والطرق للجمعية العامة ثم تغير تالت نهاردة 152 او 153 عشان بس يعني ممكن نبقى انا مش متذكر الرقم بالزبط هو يا 152 يا 153 في الجمعية العامة تالت الاعداد قعد عمالها بتزيد وبالتالي قدراتك السياسية على الاقناع احنا ما عندناش ارغام الاقناع والعرض السياسة والديبلوماسية الشغل اللي اتعمل من كل المؤسسات والاجهزة المصرية يجعل العالم مش انه يقف في موقف الحرج يجعل العالم يقف في موقف انه كل ما كنا نظن عن مصر انها قدرها يتراجع اصل الوضع الاقتصادي اصل اللي مش ده مش بس كده العالم شاف الجبهة الداخلية عاملة ازاي مرة في المظاهرات لاجل فلسطين وغزة ومرة في الانتخابات الرئاسية اظن وصلت